تقارير النهار الجديد الإخبارية التي تؤمن مادة الطحين الصفر للأسواق المحلية حيث هناك استيراد لهذه المادة أكثر من 90% مما يدخل السوق الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف العملة وخروج هذه الكتلة النقدية فضلا عن ضياء فرص استثمار هذه المشاريع لتوليد فرص عمل نحن بأمس الحاجة إليها أيضا كان هناك افتتاح لزيادة الطاقة الانتاجية لمصنع تكرير السكر من 4000 طن إلى 6000 طن هذا الانتاج سوف يؤهل الشركة إلى تصدير الفائض إلى دول الجوار أيضا هناك مشاريع تتعلق بانتاج العلاف في هذه الجولة نستطيع أن نقول وبكل ثقة نحن أمام واحدة من قصص النجاح للقطاع الخاص العراقي الذي أثبت كفاءة ومقدرة وإمكانية في تنفيذ مشاريع مهمة تؤمن احتياجات السوق المحلية وتؤسس إلى صناعة وطنية قائمة على أحدث التكنولوجيا وأيضا توفر فرص عمل في هذه المصانع أكثر من 4000 عامل يعمل في هذه المصانع من خلال هذا المؤتمر الصحفي أوجه الدعوة لكافة رجال الأعمال والقطاع الخاص العراقي إلى استثمار الفرص التي وفرتها الحكومة في مسألة توفير الدعم اللامحدود للقطاع الخاص سواء كان على صعيد الفرص الاستثمارية أو على صعيد إعطاء الضمانات السيادية للمؤسسات التمويل الدولية وهذا ما أقر في قانون الموازنة للسنوات الثلاثة ومؤخرا كان لدينا توقيع مع دولة اليابان لإضافة مبلغ كحد أدنى 200 مليون دولار بأسعار فائدة مخفضة سوف توجه إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهذه المنهجية تعمل الحكومة في توجيه دعم حقيقي للقطاع الخاص الذي نعتقد بأنه شريك للقطاع الحكومي في تأمين ما تحتاج السوق المحلية وأيضا توفير الخدمات للمواطنين وأيضا توفير فرص العمل من خلال المجالس الوزارية المختصة وجلسات مجلس الوزراء واللجان المعنية بالإعمار والاستثمار الحكومة جادة في إعطاء الموافقات للفرص والمشاريع المكتملة وأيضا المضي بالإصلاحات الإصلاحات الحقيقية التي توفر بيئة عمل جاذبة للقطاع الخاص فكل التقدير والاحترام لمصانع شركة الاتحاد ونؤكد على أن الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية سوف تكون بموقف الداعم والمساند لهذه المشاريع